قد تضع الحروب أوزارها في النهاية، ولكن ماذا بعد؟ هل تسأل أحدهم ما هو مصير مخلفات الحروب وما ينتج عنها وتأثيرها على حياة المدنيين؟ هنا في البصرة في الجنوب العراقي تكمن الإجابة في المدينة الجنوبية المطلة على مياه الخليج تتراكم آلاف الأطنان من المخلفات الحربية مسببة ارتفاع نسبة التلوث الإشعاعي إلى مستويات خطيرة وبالحصيلة انتشار الأورام السرطانية بين المواطنين فضلاً عن التشوهات الخلقية حيث فاقت نسبة التلوث 130% بينما يقول الباحثون في مجال الإشعاعات إن هذه النسبة لا يجب أن تتجاوز 13% في قضاء الزبير بالبصرة تعتبر نسبة التلوث هي الأعلى حيث ظهرت حالات سرطانية خطيرة وتشوهات جسادية للأجنة في المناطق السكنية القريبة ومعظم المصابين من مختلف الفئات العمرية ينتهي المطاف بهم إلى الوفاة بسبب قلة الأدوية وضعف الرعاية الصحية تعود بقايا المخلفات الحربية في البصرة إلى الأسلحة التي تم استخدامها في حربي الخليج الأولى والثانية حيث استخدمت فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليورانيوم المنضب في ضرب الأهداف العراقية قبيل اجتياحه عام 2003 وهو ما جعلها أكثر المدن ارتفاعاً بنسبة التلوث الإشعاعي تليها مدينة الفلوجة التي استخدمت القوات الأمريكية فيها اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض في قصفها خلال معركتي الفلوجة الأولى والثانية ثم مدن ذيقار وميسان كل ذلك يعيد إلى الأذهان البحث الذي نشره لبروفوسور الكندي هاري تشارما حيث ذكر في العام 2008 أن أكثر من مائة ألف مدنياً في البصرة أصيبوا بالسرطان بين عامي 1991 و1998 75 منهم بالمئة أطفال وبأن ما بين 5 و12 بالمئة من الذين تعرضوا للإشعاعات قد يموتون خلال 20 عاماً أو أقل كارثة إنسانية تهدد حياة أجيال متعاقبة فحتى الماء والتربة لم تنجو من التسمم الإشعاعي الناتج عن المخلفات الحربية التي لا تزال الحكومة في بغداد تغض الطرفة عن وضع حلول لها